بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه محمد وعلي محمد السلام عليكم طلاب شلونكم ان شاء الله خير ان شاء الله اليوم ننتقل الى محاضرة تعتبر الاقوى تحدي تقريبا من محاضرات الانفكشن اند اميونيتي موديول طبعا هاي المحاضرة ان شاء الله اذا خلصناها وضبطناها بعد المحاضرات القادمة كنا راح يكونان عبارة عن محاضرات بسيطة ويعني شو نقول بدينا ننزل يعني شو نمتشنا بالسادس اذا دي نقول وصلنا للقمة بالفصل الثالث وراها الفصل تكون بطيئة او سهلة يعفو نفس الشي نانا بالادابة فبعد وراها ان شاء الله كلها سهل يصير طبعا المحاضرة يعني شوية كانت مزعجة يعني من حيث كاذا اريد اشرحها مال طب الزهراء فحتى يعني باقي الكليات فشوية نفسها مال طب الزهراء هاي الفين وثلاثة وعشرين لكن يعني بترتيبي سويته نفس المعلومات نفس التفاصل نفس الصور يعني ما عادها جيشان صورة ما عجبتها انتم قدرون يعني تفتحون محاضرة مال طب الزهراء وتابعونه يعني راح يصير نفس التسلسل نفس الكلام مجرد يعني شو نقول الثيم وترتيب الكلام شوية اختلف اما المعلومات الباقي كلها نفسها فاما تفتح المحاضرة هاي وتفتح المال طب الزهراء ما يكون اي مشكلة بالنسبة لهاي المحاضرة نبدي شوية ندخل بيها هاي المحاضرة طبعا هي مثل ما جاء شوفون امامكم معنوانة باسم adaptive immunity اللي هي شو نقول امتداد طبعا الى innate immunity اللي شرحناها قبل ثلاث او اربع هذه تعتبر طبعا المحاضرة تابعة الى جزء الـ immunity مثل ما تعرفون هو module infection and immunity اوكي فهي احنا حاليا شوي راح نحشاء الـ immunity نبدي باسم الله الرحمن الرحيم هنا نفدي شو نقول تذكير سابق يعني احنا هاي نفاهميها بس مجرد تذكير نخلي يوم ما بالبداية كتعريف يعني الـ immune response يعني مثلا الانسان مني يجد تفت بكتيريا مثلا استافي كوكس اوريوس اوكي اه نخل داخل الجسم فالجسم شو نقول بداية استنفر هو الـ immune response شنو اللي الوياي مركز بالمحاضرات السابقة دائما نسمي عنا شنو وزارة الدفاع فانت من يدخل لص او عدو لص او عدو داخل جسمك اكيد لازم يصير استنفار هذا الاستنفار نسميه immune response طبعا الدولة منت استنفر بها جيش بها اه سيارات طيارات الى اخره حتى ممكن يستعملون الكلاب البوليسية في يعني الكشف عن المخدرات او متفجرات والى اخره من التفاصيل نفس الشيء الـ immune response بها خلايا بها molecules بها cytokines بها الى اخر اللي خطنا نواصر رح ناخله ان شاء الله فهو يقل لك كتعريف بصورة بسيطة هو عبارة عن وكوردينيتد ريكشن كومبليكس لان يحتاج يعني هاس رح يشوفون هواي التفاصيل الداخل الصغير مثلا فلان شي فعل فلان شي وفلان شي رح يفعل فلان شي واخر يعني فالعملية تعتبر معقدة مو الموضوع معقد وانما هي العملية يعني تعتبر معقدة يعني اكو اشياء مثلا نقول عليها يعني واحد فعل اثنين فعل ثلاث انتهت هذا شوي واحد يروح لثنين انه بيرجع ثنين يفعل واحد ويروح لثلاثة يعني هاي المعنى من الفكرة كومبليكس كوردينيتد كوردينيتد منظمة يعني ماكو شي يغلب شي لازم هذا الشي صير وهذا الشي هذا الشي ما يصير تقدم شي على شي لا هي كوردينيتد ومنظمة وبنفس الواخد كومبليكس من يسوي هذا الوزارة الدفاع الموجودة بالهواء لا صايرة بالاندفجول بجسمك اوكي بادي مالتك زيان المين تساجمة الى فدفورين سوستانس بين قوسين نسميها انتجين يعني فدمادة غريبة تدخل داخل جسمك مثل ستاف كوكس ستاف كوكس او كلميديا و الى اخر هي من الاجسام الغريبة مو شاط بكتريه يجوز فيروس يجوز باراسايد يجوز الى اخر من التفاصيل يجوز حتى مرات تصرفت مشكلة و جسمك ولا و حمار ندخل بها الجهاز الدفاع اه جزارة الدفاع تيجم على جسمك فهي هاي التفاصيل اللي اللي يصير كومليكس و كوردينيتي الريكشن بجسمك ضد الفورين بادي اتبيها خلايا تدخل مثل ماكروفيج ما اعتقد ما تعرفون ماكروفيج و موليكيوز الى اخرى قد تكون سايتوكاينز سامعين بها كدوة الى اخرى من التفاصيل فساعتقد واضح التعريف هذا فد استذكار للانيت اميونيتي اذا تتذكرون بالبداية احنا قلنا اذا اجابت فد باثوجين معين هذا الباثوجين شبيه من مثلا يريد يدخل الى جسمك عن طريق مثلا نقول فتحة الفم من راح يدخل الى فتحة الفم اول ما تستقبل الانيت اميونيتي اوكي اللي هي دائما تكون في فترة استعداد مثلا اول فرست لاين مالتها مثلا نقول فيزيكال باريير مثلا الفيوزيكال باريير قد يكون مثلا الفم يكون بنعاب بمثلا اي جي اي انزيمات محللة الى اخره بها مثلا ننزل المعدة بها احماض بيه هاي نسميها بيولوجيكال باريير الى اخره هاي تعتبر فيرس لاين السكند لاين الى اخره يقلنا الماكروفيج وابتلاحها وشون يجي الجسم الغريب واوبسينيزيشن وهاي التفاصيل اللي حتشينها بداخل اميونيتي ما هكو حاجة نروح له يعني نحكي به احنا فاميه هاذي اذا لهنان الفيرس لاين وسكند لاين الجسم قدر بيه يتغلب وقدر ينهي مثلا احنا كل سنعيد استافلي كوكس مثلا ودمرها وخلص منعدها من مجرد الانيت اميونيتي فلهنانا ينتهي العملية وبعد كل من يروح البيته لا استافلي كوكس دخلت بمثلا بنكيولام عالي او انها كانت شوي مثلا فات بكتيريا او فيروس كون فيروس فاكتر مالبتا شوي قوية بحيث تغلب على الفيرس لاين لا حموضة كالضتة لا ميوكس لا الى اخره لا خلاي الماكروفيج قدرت له مثل مايكو بلازما بكتيريا مثلا تيوبركولوسيس اوكي مثلا هاي ما قدران عليها فاش راح يصير الانيت اميونيتي راح تاخذ شو نقول تدور بلقاع تدور بلقاع تلقالها فات خلية طايحة بلقاع وطايح السلاح مالته او فات جزء منها شو سوي هاي تاخذ فات جزء من عدهن ببتاع كما تفيد جزء من هاي البكتيريا يعني خلايا مثلا نقول نقول ما كروفيج تابع على الانيت اميونيتي تاخذ فتجئ جزء طايحة من عدهن ببتاع مثلا نقول سي افها او فاش تابع اليها يعني في شو يعرف بيا يعرف ان هاي فلانية شي الفلاني فياخذ منها ويرفعه بايده نحن لفوق يعني تجي مثلا هاي الماكروفيج قدامك مثلا نرسمة هذا الشي هاي تعتبرها ماكروفيج تجي شو سوي تأخذها في الجزء من هذا العدو الصاقط مثلا الماكروفي الصاقط أرضان اللي واشن سمينا كالستافيو كوكس أوريس وتشيلها بيده عن طريق فدرسابتر معين رح نحكي بيه بتالي يعني بعد شوية حتى لا يعني خليه ببالك اسمه مهم شنو اسمه بس المهم خليه فتشيله شوف شون هسه شالتك ضدت بيده وترسل يا بني دا أنا هذا ما قدر تتغلب عليه أنا كوظيفتي كإنيت إميونيتي ما جاي أقدر عليه بس شوفوا هذا تعالوا أريد الفزعة هيكي بين قوسين أريد الفزعة لحقولي فمن يجي يشوف يعني هاي الماكروفيت شون شايلة هاذا نسمي انتجين شايلته وصيح أحتاج مساعدة المحتويات التابعة للأدابتف إميونيتي مثلا تيلينفوسايد بيتالينفوسايد إلى آخر هين رح ناخذن هسه فمن الشوفة رح تبدي تشتغل بعد منه الأدابتف إميونيتي ولهذا نستذكر نحن بالملاحظات اللي خذناها بالإنيت إميونيتي محاضرة الإنيت إميونيتي بأن الأدابتف تاخذ وقت لحد ما تسوي استجابة ليش لأن تنتظر شوفها الستة هي أول مرة إنيت جتسوا تجوم دبرتها خير على خير ما دبرتها شالت فأنتجين ورفعت إيدي فالحد ما تستلمها هاي الأدابتف وتحضر وتجهز نفسها ودفاعاتها شوف تاخذ وقت ممكن حتى دايز أيام حتى تجي تبدأ الاستجابة مثل ما تعلمنا الإنيت إميونيتي وسولفنا على التفاصيل تابعة بها ركائزها الأساسية الفرست لاين والسكند لاين هم الأدابتف لازم نحن نعرف شنو ركائز الأساسية مو صح له غلط فرح ناخذ فات شي اسمه انتجين بريزنتيك سيلز هذا التأكيد ما رح تعرفين بس يعني نفكرة هن نختصرها رح نشوفها اي بي سي اوكي انتجين بريزنتيك سيلز معيك شنو هاي السلحة نحكي بياه بس المهم جاي نقلك شنو رح ندرس ورح ناخذ شي اسمه ام اتسي موليكيول هاته نقلناه ورح نحكي على الخلايا الاساسية بيتا سيلز و تي سيلز مثل ما نحكي سولفنا على الماكروفيج والنيتروفيلز والماس سيلز والإزنوفيلز و الى حاجين الحد ما ملينا نحن منه الخليتين الاساسيات لعبا دورا البيتا سيلز و تي سيلز رح نحكي عليها فذلنا كلها رح يصير تعاون ما بينهم البعض الى ان تؤدي الى النتيجة النهائية وليش سوينا احنا هاي التعريف الامرس مون ليش سوينا كوردينيتيد وكومليكس ري اكشن الى في البادي ضد هذا الفورن بادي او ضد هذا الانتجين ودخلة سيلز و موليكولز و الاخره حتى نوصل الى هدف نخلص من العدوى بيرجعنا الانسان طبيعي يعني شنو بروتكشن جيد احنا احنا يعني وصلنا فهم عام على حتى بتفصل شوي عن المحاضرة طبعا خليت كل قبل كم سلايد فد مفردات يعني رح نقراها فشون فد تعريف بسيط من يمي حتى تفهم شنو معنى هاي المفردة فيعني مثلا رح نقرا او قرينا مساء قبل شوية ستونا هاللحظة قرينا فد مفردة اسمها فورن سبستانس شنو يعني فورن سبستانس من اسمه مادة غريبة سبستانس مادة فورن غريب يعني anything not recognized as part of the body نسمي نوت سيلف نون سيلف يعني مو خليتك مو جسمك مو نسيجك ما الا تابع لك يعني فد عدو داخل من خارج مثل ستافلي كوكس اوريوس ودخل داخل جسمك الجسم يعتبر شنو يسميه سمي فورن سبستانس ويهاجمه مثال علي شنو باثوجينز مثلا فيروس مثل بكتيريا مثل باراسايت الى اخره من التفاصيل زين الانتجين شنو الانتجين الانتجين تتوني قريتلك ياه طبعا رح ناخدها شوي بالتفاصيل بعد شوي بس هسا كتعريف عام وحتى تفتهم الفكر تربطوا ياه هي فد موليكيول فد تركيب معين موليكيول that can illicit or illicate an immune response يعني من يجي هذا الانتجين داخل جسمك او يظهر هذا داخل الجسم بشرط هو نون سيف لان الانتجين قد تكون انت حتى خليتك انت خلايا الجسم ما كعدها انتجين مثلا خليتك القلبية ها معدها انتجين بس هاش انو تابع علي الجسم ما بيع ما سوي مشاكل مو وكحا لا احنا جاينا حتى مثلا فيروس بكتيريا فاذلنا من راح يجن اش قلنا تون هل لحظة بالتعريف قلنا راح الجسم شي سوي هذا ضد الانتجين راح يسوي وكورديني تريكشن حتى يتخلص من عنده فاذا الانتجين هو موليكيول يسوي يستثير وزارة الدفاع الموجودة بجسمك وهي الاميوني السيستم انتجين بريزنتيك سيلز اي بي سي هاي هستتونا قلناها انتجين بريزنتيك سيل من اسمها سيل خليه بريزنتيك عارضة او رافعة او موضحة للانتجين زي خلق ارابي كستونا بهاي الرسمة من رسمنا هنا هذا شنو قلنا عليها مثلا قلنا هاي ماكروفيج اوكي وقلنا شايلة فادبيدها شون مثل تخيلها مثل الماعون مثل الصحن اوكي شون قول انت الاكل ما تقدمه للضيف الا في صحن يعني شون قلنا ساعتك بطبقا من فضة او من ذهب هذا يعتبرها مثل الصحن شون مخلي بيه مو غلاس شاي مخلي بيه احنا انتجين فهاي الخلية الماعكروفيج مو هسا ارضت لك هذا الانتجين نسميها شنو انتجين انتجين بريزنتينك سيل يعني هالخلية عارضة للانتجين مثلها ماكروفيج راح ناخذ انواحا تقريبا اربعة اوكي انتجين شوف هي دنتريك سيلز يعني مثلا عليها راح ناخذها طبعا دنتريك سيلز اكو خلايا يسموها دنتريك سيلز هاي ها نسوي نفس الفكرة الماعكروفيج هاتونها هستونيخذ رسمت لك بيتا سيلز اوكي وذات داجست باثوجين يعني يجنش يسووني يجمل على الباثوجين كتلنه ياخذ انفد جزئ من عنده يشي لانفد عظمه من عنده او راسه او الاخري واروف عنا يابا هذا عادو شكوا واحد يشبهه كتلوه هيتش بالضبط يسوون فراح يحفز جميع خلايا الادابتف سيستم الادابتف ايميونتي تمام اعتقد هنا انا واضح الفكرة يعني واضح الفكرة هذا الامه سي نسمي ميجر 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 احنا مو كضينا العدو فلشناه وقطعنا راسه وحليناه بالمعون نفس الشي اخذنا فد جزئ من الانتجين وخليناه عليها اللي هي هذا الصح ان يعتبر وهاي العملية فد مهمة بالاميون سيستم ليش لان انت جاي تعرضها للبقير خلايا قلهم شوفوا هذا العدو انا كشفته اي واحد يشبهه هاجموا وقتلوا فهذا فد مهم which is crucial for the immune system to recognize infected cells or for beta cells to produce antibody لازم تعرف msc هو عبارة عن protein يكذل او بداخل موجود الانتجين من الشاي لهذا mhc فهاي التعارف ثلاثة سوضح الانتجين هذا وهذا الصحن موجود الانتجين msc وهاي يسموها ماكروفيج اعتبرناها مجرد لانتجين لنفسها هي جزء أو نوع من أنواع كريات الدم البيض فايدة هب إميوني سيستم ووظيفة الدفاعية لا أعتقد واضحة هذا سلايد سابق ما الفارق بين الإنيت إميونيتي والإدابتف إميونيتي الإنيت إميونيتي اللي صلفنا عليها طبعا حتى لعبة نفسنا منها مالتها يقول لك شنو activate before exposure to any pathogen يعني نعتبر هاي بين قوسيا أو هاي جملة سببية the body's initial reaction يعني شنو يعني هذا الإنيت إميونيتي هو دائما متحفز هو دائما مستعد هو دائما في وجه الصد مثل physical mirror معدى الحموضة يعني تلقاها عادية بس فجأة صارت حامضة مثلا صارت المعدة حامضية لا هي 24 ساعة حامضية فشوف هي دائما جاهزة استعداد الأي pathogen بس من تجي للإدابتف إميونيتي هي triggered by exposure to specific microbe or antigen يعني هي ما تشتغل إلا من أنا أراويها antigen قدامك من أراويها antigen يلا قاعد هاي أكو إحنا هاي صار علينا دفع هجوم خلا بدي أحاره شوف نائمة هي وين تدري ما تدري بالقضية ما يفعلها إلا إميونيتي من تجي تهجيم خطية تتفلج وتريد تموت فتجي من واحدة من المايكروفيج أن هي تتابعة للإميونيتي ويابا تقريهم يابا تعالوا لحقوا ساعدونا بالفزعة فسوض حتى أول نقطة الرسبونس تايم إحنا تونقنا هي أصلا 24 ساعة جاهزة فهي تحتاج أصلا المفردة الثانية للرسبونس تايم يسموها لاك تايم لاك تايم لاك تايم هو الوقت من من ستافلي كوكس دخلت جسمك إلى تبدي جسمك يستجيب أو يحاربها هاي يسموها شنو؟ يسموها لاك تايم لاك تايم هي ما بين تعرض وتبدي الأعراض أو رسبونس تايم اسم الثاني فهو إميديينت إميديت عفو أو تلقاه وكاتب لك أبسنس يعني ما موجود أكيد ماكو وقت يعني هو أصلا رأسة يدخل من العدو هو يهاجم ماكو الانتظار فعن شون نقول مباشرة أما الرسبونس تايم ما الادابتف اميونيتي تعونا صانة ساعة نعيد تحتاج وقت أيام حتى تبدي تشتغل يعني هي أصلا نايمة بشهر العسل ما تدري بالسالفة زيان التارجت جنراليز اجينست اول تايبز اوف باثوجين الانيت اميونيتي شون تقول شاكو شي باثوجين شاكو شي يدخل ها جمعلي ونرجع مرة ثانية المعدة المعدة حموضتها على ناس وعلى ناس لا لا شكو شي يدخل داخلية تعرضة للحموضة يعني ضد كل شي الادابتف لا تكون هايلي سبيسيفيك تو ذا باثوجين ليش انا متونير قلت لك هاي هسا هذا شنو تابع مثلا هذا تابع للانيت اميونيتي هاي الانيت الماكروفيج فمن عرضت لك هذا الباثوجين او الانتجين اللي عفو فا احنا شون نقول رفعت راسة انا هذا واضح فالادابتف بعد شافة الراس تروح تدور عدها صورة يابا انا بس اشوف هذا اكتلة ما شوف غيره ما تسوي فليهذا هي تكون شون سبيسيفيك يعني عدها شون عدها صورة هذا موجود قدامي اكذا اعتقل اكتلة ما موجودة عوفو يعني قصدي مو هو عوفو ما لعلاقتي الميموري ما الانيت اميونيتي نون the response is the same for each exposure يعني ها ستبنتاكل مثلا فالشي داخل جسمك تقعد المعدة تتعرف ها هذا هذا مو عدو هذا شون نقول صاحب الجسم ما عرضه بالمرة الجاية على حموضة لا هي بكل احوال ما عده ميموري دائما استجابته ضد كتش الميموري ما الادابتف لا عده تغزني بعقله لو هسا بعد مدر ورشقيت انت بس يجي مثلا ستافلي كوركس مرة ثانية يتدري هذا ستافلي كوركس اروح هاجمة بعد شوف present which allows for amplified and more rapid response يعني ولي هذي احنا مرات نقول لك هاذ بكتري يصابتك او هاذ مرة السابق بعد مرة ثانية ما يصيبك ليش نين جسمك بعد صارت عنده شنو ميموري داخل عقله انه يذكرا ما لعنده ها ما اتذكرا ما لا يذكرا هذا من يذكرا هذا الادابتف اميونيتي اللاكفيز مثل ما قلت لك نفسه يعني مباشرة ماكو وقت تأخير اللاكفيز هنانا ياخذ وقت نفس الفكرة ما تاركت هاذي انه جاي نقل لك يعني ما عدها المخوش هادمي اروح ادور عليه هاي الصورة هنانا نفد كلش كلش عام مصورة عن موضوعنا هاي الانتجين بريزنت اكسيل هاي مثلنا خل نقول ماكروفيز ومثلا هنا نفد تيومر سلس مثلا كانسر يعني انت مو بس باثو جين عقلك حاط عقلك اللواعي بكتريا فيروس فنقوس برساتي الاخري لا خلي بالك حتنجوزك و تيومر فهذا المثلا الموجود مثل نقول بكتريا هاي مثلا فهاي الانتجين مثل ماكروفيز تجي تكضها تكتنها وتأخذها الجزء من عدها ترفعها للانتجين منو تجي مثلا تي سيلز هاي خطايا يجايف ترى نشوف فيشوفها ببعيدها شنو هاي الماكروفيز شنو رافع ايدها شنو تباو ايركزون إلي قنها هاي رافع راس مثلا البكتريا ستافلو كوكوس فهاي راسة انتستنشط وتقول يابا هاي الصور جاي شوفو قد كو وين ما تشوفونا كتلونا كتلونا كتلوه فهاي العملية كنا نسمية immune response شوفها نفس التعريف كومبليكس وكوردينيتد راسبونز زين هاي هنا توضيح زين اكوايرد سبيسيفيك ادابتيف ايميونيتي يعني شنو تقول نفس الشي نفس المعنى زين اه هنا قريت بس تونقلناها طبعا يعني بس قريتك شوي تركز مرة ثانية مثل ما قلت لك الادابتيف ايميونيتي هي part of the immune system الادابتيف هي التابعة للإيميونيتيم موحنا صنع نقول اليميونيتي هو إنيت وادابتيف هي جزء من عنده زين يمت تظهر كتلك تظهر ورا ما تتعرض الى exposure to antigen من اراويه الانتجين يلا تشتغل فهذا النوع من الاميونيتي يعدها القدرة انها تتذكر مثل ما قلت لك فأي past infection هي تعرف راسة وتكتله وتتذكر اذا هو جديد تكتله وتتذكر اذا هو جديد تكتله وتتذكر بعد فبالتالي من يجي ريكسبوجر مرة ثانية نفس الباثوجين فهي بسرعة راح تتخلص من عنده وتقتله زين نجي هسا هذا كلام مكتوب هاي سبيسيفيتي يعني شنو يعني شنو مثل ما قلت لك سنة سانية من تجيم تجيم على انتجين معين ما تجي شكو الاخضر واليابس هذي تلينيت بالاخضر واليابس هاي لا شي معين زين الكميونيكيشن يعني بين قلتين الادابتف اميونيتي شون تتواصل مع بعضها يعني C-B-Cell شون تتسولف و T-Cell شون تتسولف و T-Cell شون تتسولف يعني و يالاخري C-Presentic-Cell الادابتف اميونيتي ها ما نقسمها فاتجز يعني هسا احنا مو قلنا شون اجلتونا قبل شوية قلنا الاميونيتي الاميونيتي يونيتي بيها نوعي انتونا قلناها قلنا اكو نوع يسمو الانيت و سورفنا عنها في محاضرة سابقة و النوع الثاني نسمي الادابتف الادابتف هاي جاي سوي الادابتف اميونيتي زين هذي الادابتف هالسبعة قفنا من الانيت الادابتف بيها فهذا شون نقول ركيستين اساسيتين تعتمد عليهم يعني اثنينات من اميونيتي عدنا فهذا شي اسمه هومورول و عدنا نسميه سيل ميديتت يعني شي الى علاقة بالميدي بالخلايا زين هاي الهومورول هي كلمة لاتينية معخوذها من كلمة فلويدتي سوائل فاكثر شي انتو تتلقى بالسوائل التابع للادابتف اميونيتي هو الانتي بادي الانتي بادي اللي هو يعتبر شنو جزء تتابع من الانتي بادي اميونيتي هذا جماعة تي سيلز نحن بقلنا عدنا نوعين اساسيا بي سيلز و تي سيلز تي سيلز وبانواقها اكو تي هيل بار اكو تي ميموري اكو تي سايتوتوكسي كلها الى اخرين المهم انت تعرف ان الادابتف في نوعين هيومورول اللي هو جاي بمعنى فلويدتي يعني الانتي بادي بالسائل او تكون شغلاته هجومية داخل الخلايا السيل ميدياتي السلز وهذا بعد شوية راح نشوف احنا من نحجة عن السيل ميدياتي راح نقول هي شون تهاجم الاشياء الانتراسيلور داخل الخلايا واي نحجة عن الخارج الخلايا المهم فشوف هنا انا هالستة قلنا تاي اوف ادابتف اميونيتي هيا فهز سيل ميدياتي اميونيتي اللي هو تي لمفوسايت اوكي والهيومورول شنو بي لمفوسايت حتى ممكن يقول لك تي سيلز زيان خط صغير هذا زيان السيل ميدياتي اجينس شوف مثل ما قلت لك خلايا فتهاجم الاشياء الانتراسيلولار داخل الخلية يعني الفايروس مثلهم او بعض نواع البكترية من يدخلا داخل البكترية هاي عندك التسة بكترية عفوا هاي خلية هاي خلية بجسمك مثلا دخل مثلا الفايروس بداخله المصدر فيشبه البكترية ستصار بس يلا نقولها مثلا داخل خلية فمنه يجي 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 يجمع ليه يجي يجمع ليه تي سيلز بس احنا نحكي بصورة عامة يعني ما احددنا تحديدا يهاتي سيلز يعني هاي تي سيلز هاي تي سيلز هي تجي تدخل داخلها وتهاجم فليهذا نعتبر ناظر من السل ملياتية هي إميونيتي زيان نعتبر هاي خلية هاي خلية هاي خلية ما جسمك يعني وهاي هم خلية وهاي خلية وهنا مثلا عندك المثلا بكتريا أو باراسايت مثلا أو ديدان هاي من يهاجمها موجودة داخل الخلية هاي خارج الخلية إكسترا سيليلار فليهاجمها تبيه إلى أنفسها بها يتكون أنتيبودي حتى يقوم يهاجمها واضحة إن شاء الله واضحة هنا أنا بس جايقلك ترى الادابتوف إميونيتي عدها في سيل ماركرز يعني مثلا تي سيلز أو بيتا سيلز عدها في على الجدار نخليها خارج مالتها فالشي يعني يعني يعرف بها يعني شون الطبيبي يلبس لاب كوت شون الشرطي يلبس بدلة المرور شلون مثلا المهندس يلبس مثلا بدلة المهندسين يعني فالكل شخص عندها شي ميزة نفس الشي بالنسبة الى الخلايا مع الادابتوف إميونيتي بحيث سويلة تتعرف عليها وتعرف وظيفة شنو والكلابيريشن يعني شون التفاعلية يعني تكون تي سيلز وبيتا سيلز يشتغل ونسوها حتى يؤدن الوظيفة النهائية مالتين بأنها يحسن الاميونيتي ونسوي تخلص المن للباثوجين ويرجع الجسم طبيعي ونسوي الساعة مقارنة نحن ننطلب من وبيتن وبين نتمل المقارنة بين الانيت والادابتوف إميونيتي قام بمرrum هذه المقارنة ay هل قلناıp نقوا بركز التقسيم اخرى ايضًا اكتب طبعاً البيتالامفوسايت. السل ميديتد هي تي لمفوسايت. اوكي. هنا نكتب حتى هنا ولا وكاتبها مرة ثانية. بس هاي طبعاً كلها مخططات او مع الملزمة. البيتالامفوسايت ان الاشياء تكون اكسترا سيليولار. سيليولار. هاي تكون اشياء انترا سيليولار. او مرات يسموه اندوجينوس. اوكي يعني راح نشوفها مفردة ثانية. زيان. يعني شنو تتعرف. يعني هاي البيتالامفوسايت. شنو الاشياء الموجودة بالجسم تتعرف عليها. او بين قوسين. احنا من اجت هاي الماكروفيج مثلا. ورفعت لك هذا. هاي مثلا الانتجين. عن طريق هذا الصحن من ذهب اللي منها ا م اس و ورفعت لكها ايه وخلعت لكها قدامك فاااااااااااااااااااااااااااا.ASH حديدا الهيومرات ستتعرف على شنو من ذنه تم رفعهن يعني تعرف او تتعرف capable of recognition of a variety of antigenes يعني الانتجين بانواحا قد اذا كان الانتجين هو بروتين تتعرف عليه اذا كان هو polysaccharides تتعرف عليه مثلا فوس فوليبت تتعرف عليه نيكلك اسيد تتعرف عليه اختصر انا اي فاذا انها تتعرف علينا بسهولة اوكي فاشوف تعرفها شونو نقول اوسع خلنشو بالله شنو تتعرف لسلميلياتي خطيه هاي شنو تتعرف تتعرف بس ع البروتين انتجينز غيرها ما تتعرف عليها ولهذا احنا من رح يجي لحد شون رح نبدين سولف رح نكتشف انه وننتبه على ان البيتة السلز هو يساعد تي سيلز بالتعرف كون هاي اكثر تعرفوية فهاي رح يساعد هاي تي لانفوسايت زيان هاي الهيومرال اولبيتة لانفوسايت شنو وظيفتها اتهاجم free or soluble انتجينز يعني بين قوسيان المواد تكون اكسترا سيلولور زيان هاذي تهاجم شنو عفنا من هاي هزا حاليا شوف protection offers immunity to intracellular pathogen يعني اشاء قد يكون بكتيريا داخل الخلية قد يكون فيروس قد تكون فانجاي قد تكون بروتزوة زيان اه بروتكشن هاي قلت لك اكسترا سيلولورة تكون هم قد تكون بكتيريا قد تكون فيروس قد تكون توكسن زيان بس هاي شوي ان نحكي عليها الانتجين presentation هاي نفس القصر احنا دمار الثاني نقل لك ان الانتجين presentation تتعرف على الانتجينز when presented by انتجين بريزنت اكسيل يعني تي سيلزا ساستة مثلا هاي نخلينا نعم هلسا هاي مثلا شنو نقول هذي خدية معينة ده خلنا نرسمها مثلا ماكروفيج اللي هي طابعة مثلا قلنا للانيت اميونيتي عين نوات مالته وهذا شنو هاذا قدامك الانتجين سوي مثل عودة يعني واسا هاي عندك اللي ناس صحن من الذهب اللي هو كاذا شايلها اللي هو سمينا ام اسي مونيكل هستيكم بالاعتري كومبلكس زيان هذا السمن شايله شنو ينتظر ينتظر احد يتعرف عليه مثلا تجي اللمفوسايد شوف جايق لك اللمفوسايد يقل لك وين هي راهت يقل لك تقدر تتعرف على الانتجين ويانواع طبعا البرواتين عن طريق هذي الانتجين بريزينتك سيلز ان كونجكشن وذ كلاس وين ور كلاس دو موليكوز يعني شنو يعني عندك التاسة هاي مثلا نعتبرها هاي تي دنفوسايد اوكي اي نوات مالته فهمين طبعا هي هاي اخير النقاط هي تابعة الالرجيو الاخرية من المواضيع هذي يقل لك من هذا الكلام يقل لك ترى هاي تي دنفوسايد تيجي تتعرف علي مو ما تتعرف علي تعرفه الآن هاذي اي ادنا اربع نواع تايب واحد واثنين واثلاثة واربعة اللي مسؤول على الهايبرسنست لا يوجد علاقة بعد شوية سوف نسول فيه. الآن خلصنا جزء كبير من المحاضرة. نأتي إلى مواضيع المواضيع سوف نذهب بسرعة. يعني الآن خلصنا في هذا الجزء. الآن جزء الثاني همي رح نأخذ مفردات أخذناها أو رح نأخذها بعد شوية. خلنا نفتهمها. إذا سمعت كلمة Antigen Presenting Cells. هذه نسعقناها وعدناها مرة ثانية. هي مجرد Immune Cells Capture the Antigen هاشوفها. هاي Immune Cells مثل Macrophage. Capture Antigen هاشوف شون كذلك. وتعرضها إلى أمنو T-Lymphocyte. حتى يصبح عندك شنو Immune Response. إذا سمعت PRR شنو هاي? Pattern Recognition Receptor. تتذكرون رجاء نكون مناسلين بالإميونيتي. هو عبارة عن رسبتر موجود على Immune Cells. هم الماكروفيج يعني. يعني مو بس شرط أمسي. هم مجوز عليها رسبتر ثاني سمي PRR. أو سمينا اسم الثاني إذا تذكرون. هذا شنو شغلتي يتعرف على الباثوجين. وحتى يبديها عملية Immune Response. طبعا هذا علاقة بالإميونيتي. شغل الإميونيتي. أوكي. المسي نفس القصة اللي قلنا قلنا. اللي هي عبارة عن بروتينات موجودة على السلب. وعندنا نوعين منه. أكو نوع يسموه نوع واحد. أو النوع الأول. وأكو نوع يسموه نوع الثاني. شنو الفرق بينها تسمي؟ تذكر لي يعني. تذكر. طبعا هنا الثانياتين شو نقول. الموجودات على الماكروفيج مثلا. النوع الأول. أكو نوع Antigenes نوعين. أكو Endogenes وأكو Exogenes. يعني أكو مثلا بكتريا أو فيروسات إلى آخرية. تكون داخل الخرية. وأكو شو تكون خارج الخرية. فماكروفيج إذا كذت لها واحد داخل الخرية. وكذت وكسرت تتكسر وقطعت راسه. إذا قلنا راح نستغير عن كلمة راسه بالإنتجين. ورفعته. راح تعرضه المين؟ راح تعرضه إلى T-cells. تحديدا سايتوتوكسيكس T-cells. هيا ما عليك بيها سايت بعد شوي نحكي عني. راح تعرضه T-cells. إحنا مقلنا. قلت لك مساء. وعدي هنا عدة نوع أكو T-healber. T-Sightotoxic إلى آخره. هيا هاي كلاس الأول. تكذل Antigenes إذا كانت Antigenes. وتطيل السايتوتوكسيك حتى يروح يهاجمه ويقاتله. النوع الثاني. لا. إذا مثلا تكون برا سايت خارج الخلية. هم تكتله وتقطع راسه وترفعه. بس ما تنطيل T-cells نوع السايتوتوكسيك. لا. تطيل الهيلبر. سيلز. ووضحة الفكرة. الMHC. هاي نفس الرسمة. وهذا الانتجين وهي الـ T-cells. إذا كان النوع الأول. إذا كان النوع الأول. يعني هو كظ اندوجينيس. وإذا كظ اندوجينيس يطيل السايتوتوكسيك T-cells. وإذا كان النوع الثاني. يعني هو كظ اكسوجينيس. موليكول. وإذا كان النوع من T-cells. اتيه يا البر. ثبتها يما كان ملاحظة برسمة بأي شيء. حتى ما تنساها. ازيل. يعني هاي مهمة جدا يعني. ازيل. رح ناخذ كلمة مفردات. salt, gold, null, bolt. ازيل. كل هذه الموجودات قدامنا. رح نحكي هنا. ما كودها يعني. المهم. adaptive immunity acquisition. يعني الإنسان منصر عنده مناعة. سامعت قل له هذا عنده مناعة. بس احسن جاي نحكي تحديدا على ال adaptive. المناعة نوعين. اكو passive immunity. واكو active immunity. ال passive immunity يعني شنو؟ اكتب هنا يمهي. من دون التدخل. من دون تدخل بشري مثلا. هذه الاكتف تكون بتدخل بشري. يعني انا ادخل. زيان. زيان. ال passive قلت لك انا ما ادخل. يعني شون الانسان صارت عنده adaptive immunity. وقام يذكر هذا المرض. وبدون تدخلي. بكل بساطة. بكل بساطة. يعني بدون انا ما ادخل. اه. يكون transmitted by. او صير. antibody. او TCL. او another host. يعني شون نقول. اه. مثلا مثلا فرضا. اكون مثال بسيط. انه مثلا المرأة. الحامل او هي المرضعة. وجاي ترضع طفلها. فترضعها. يعني اكيد سواء الحليب والاخري. في يحتوي مثلا على ال anti genes. اوكي. او antibody العفو. او antibody الى اخره. فهذا الش راح ينتقل من الام. ينتقل عن طريق الرضاعة مثلا المن الى الطفل. او ينتقل على حتى المشيمة عن طريق المشيمة مثلا. فاشوفها انا ما ادخلت بي. ولا احد ادخل. هي مجرد شي طبيعي. او مثلا. انا هاي الخلية مثلا. الماكروفيتش كتلة تلهفت باثوجين معين. وجيت عرضت على خلية بصفحة ثانية. وقلت لدي ربالش هذا. وان ما اشوفيك كتلين. وتذكري. فعنا هم ما ادخلت. هم وباحدهم جاي يشتغلون. هاي نسميها. هي باحدة اشتغلت يعني. هي الجسم باحدة جاي يشتغل. الاكتف اميونتي لا. هاي بين قوسيين تقدر تذكرها مثلا. شلون اللقاحات. يعني انا اجيب لي فاد شون نقول اجيب لي انتجين. يعني مثلا فاد انتجين مضاعف بكترية مضاعفة. ويجي نزيلها داخل الجسم. ابي الزب الانسان. فالجسم شنو يجي يتعرف على هذا الانتجين. وصير عنده فت خبرة. فمن يشوفه فعادي قاتله. من حصل هاي الخبرة. هو من بحدة او خلايا قلت لي او نقلة من امه لا. انا انا الخليتي يتعلم. انا كطبيب اجطيتها للمريض. فها شنو نعتبرها اكتف اميونتي. ويايا وضحت فكرة وضحت. فهذا الباسيف مو انا ما ادخلت بيها. فلهذا تكون الاميونتي تيمبروري. يعني فترة ويجسمين سبعد ما يتذكرها. يعني تكون تيمبروري. ليش؟ لان ما صارت اكو اكتيفيشن رسبونز. ما كفد بدت الانيت اميونتي وراها. اشتغلت الادابتف وجهة التي سيالز والبي سيالز. وانقلبة الدنيا والهوسة. بحيث شون نقول. مثلا العراق لحد يتذكر ثورة واحد وعشرين. او ثورة عشرين. او حرب الف وتسعمية ثمونة اربعين مع الفلسطين. لكن يذكر ليش صارت هوسة فما تلنسي من العقل. بس هنا عندك هذا المدون تداخل البشر. هي مجرد بحدة القضية جايز صارت وتروح في ساعة ورا فترة. بس الاكتف لا صارت حاروب وانا دخلت انتجين وممكن حرارة صعدت. وصارت مضاعفات في الى اخرى. فشنو الاميونتي شون تكون لونج ستاند. كيف يتذكرها او يصير اكميموري اليها فترة طويلة. طبعا هذا الادابتف يعني اكو في هذا مخطط ثاني يقسمه بعد اعمق. ما موجود عندنا فالحمدلله خلصتوا منه. ازيان. الانتراكشن بين او او ادابتف اميونتي. مثل ما قلنا احنا عدنا نوعين من الاميونتي. نوع الاول هو اسمه اينايت و او او نوع ثاني ادابتف. ازيان. من تجي انتفد مايكروب. يعني هنا شو رحي واحدة السولة في الثانية. فانتهسة مثلا من يجيك المايكروب. المايكروب قد يكون انتراسيلير. او قد يكون اكستراسيلير. مثل ما قلت لك. مثلا هنا مثلا باراسايت و هنا مثلا فيروس. واحد من ان يجي مثلا. فش رح يساون رح يجعل ان الاميون سيستم يبدأ يشتغل. اول من يشتغل منه. الانيت رسبونس اكيد يعني. تجي الفاقوس سايز مثلا ماكروفيج. وتشتغل. ما قدروا على السال فانلاسات. فيبدون بالساتو كانز و الاخرية. او يرفعون الانتجين. انتجين براسين تكسل ستون قلنا عليها. رح شي ساون رح يفعلن الادابتف رسبونس. و يقلن انتي لنفسايت و يقلن انبيت لنفسايت يلا اشتغلن. اعتقد وضحت مو. العفو. فهو يقلك مجرد هسا هاي شنو يعني هذا. هذا حرفيا حرفيا هذا. مختصر الى الكلام اللي. شينا من البداية لحد اسم. يجي مايكروب. انتراسيلر او اكستراسيلر. يجي قاتل اول شي الانيت رسبونس. دبرها دبرها ما دبرها. يجي كتله و يرفع راسه. تخليه بصائب عامود او صحن من ذهب. الصحن من ذهب سمينا امسي. اللي بداخلة تكون الانتجين. فتضيها للتي سيلز لها باعي هذا. اريدش تروحين وين ما تلقيه كتله. فمنو رح يبدي يشتغل. يبدي يشتغل دور الادابتف رسبونس. كلهن يشتغلن كومبلكس و كوردينيت باثوي. حتى يشتغلن بالنهاي و نتخلص من العدل. الغلايا المبتلعة. اللي واحد امثلة مشهورة عليها جدا منه الماكروفيج. زيان. شنو وظائفه. يسون Capture و Processing و Presentation. يعني بصورة بسيطة هاي سونا حتشينها. وينها بالله. اول شي شنو مثلا. يجي هنا مثلا هذا الفيروس مثلا. المهم هذا الفيروس. تقوم بتكتله. فهمت بتكتله مثلا تقطع راسه. وتخليه بالصحن اللي هو MSC هذا. فشي سوي من جيبه. فهمت جيبه. يعني راح يتم التعرف عليها من باقي الخلايا. اللي قلنا شوفها. فمن اول شي قضتها يعني لازم انت سميها Capture. و Processing الحد ما فلشت. هم رفحت راسه شنو تدلي شو نقصدانا بيا. يعني تبدي تكسر تكسر بيا. فدح تاخذلها قطعة صغيرة هنا. مثلا القطعة سميها Peptide. فمو تاخذل انتجينك. لا Peptide صغير. تجي هذا تخليه قداما. هاي سميها اول شي قضتها Capture. يعني شون واحد شرطة والحرامي. اول شي شرطة يكفضل الحرامي. وراه شي سوي ل Processing يعني يكفضل حرامي. وها هي. هنا هو يسويه presentation للقاضي. يحكم عليه. نفس الشي هنا. وراها شوف كالبجتة وهنا هذا القاضي. تحكم عليه. انه هو مجرم ويجي بالعدام. شوف Phagocytes. Eat Phagocytes and Digest Microbe. وتهضمها وتفلشها وتاريه اخر شي ترفع الى انتجين مالته. بعد شنو مثلا هساها واحد. اثنين تكون لك Granules. يعني انت ساكيد يعني ورا ما اكلت هنا. شوف هسا هنا هنا. من اكلتها. على مثلا المايكروب. راح تكون هنا Physical. وهذه Physical راح تفرز عليه انزيمات حالة. نسميها Granules. ومن تحليلها تكاملة تبقى البقاية ترحدة الى الخارج. تخلط التуют داخل الطريق. و스러atte الى sogyenية. وبروتينات اخرى انت. يمكن التحليل الى ال necessarian. ورئي الضغط. بعد نشره. ما Це� Kaizen؟ يمكن تفعل لك the inflammatory response. معقولة التحليل티 والأمكروفيج. والتمام. ومشتعلة لامة محمد الذي قلته. ولا نحن أحيان. لابدين لازم أكون في الفاكوسيز تسوي لك بيجر الانفيلياتر ويجر المكانية شوف تريجر انفلامياتر رسبونز طبعا يا ماكروفيت شوف هنا شو رافع البيبتايت اللي هو يعني مثل الانتجين فعش نسمي الخلية انتجين بريزنتي سيالز هاي العملي هاي عمليه سوف شو رافع التراس مش هسمي هذا انتجين بريزنتيشن فاعتخد الصورة يعني مو صعبة واضحة كدوش ان شاء الله زي انواع الانتجين أنا كتلتك كل ساعة قلت لك انت و قلت لك ماكروفايتج كل ساعة قلت لك ماكروفايتج قلت لساعة و قلت لك لا لدينا اكو اربع انواع مثلا اكو بعد واحدة اما مذكورة هذي او موجود اكو جدول يعني انت قدامك اتشوف اعتقد اذا فعتهم محاضر المهم عندك مثلا دنتالك سلس هاي بريزنت انتجين تو تي سيلس اوكي بريزنت مثل ما اتفقنا هو يرفعنا التي سيلس طبعا الاكوشي مميز بيها هاي الدينتالك سيلس صح هي ترفع وتراوي التي سيلس لكن هي الوحيدة همين تراوي من البيتا سيلس فيعني هي من تكذل الباثوجين وتكتله وترفع راسي فتراوي التي سيل وهم تراوي البيتا سيلس هاي وان تلقاها تلقاها باللمف نود اوكي عندك بعد نوع ثاني مثل خلايا لانجر هان سيلس هاي كتب عليها ثنيا هاي لانجر هان سيلس موجودة مثلا بالاسكن هم تعرضها لتي سيلس كلين انها تي سيلس الماكروفيج همين تعرضها لتي سيلس اوكي وان تلقاها بكل مكان تلقاها بالكبد تلقاها بالدماغ تلقاها بالرياض تلقاها بالمعدة تلقاها وان ما تلقاها يعني شو نقول المقاتلة الاساسي في جسمك هو هنا المفاجئة ان البيتا سيلس الاساسي حمين ممكن تشتغل حالة حالة الاساسي قلت لك شنو بالبداية من عرفنا التعريفات قلت لك راح نقول الاساسي الاساسي او بريزين تك سيلس يعني مثل الشيء مثل باقيات يقول لك البيتا سيلس ممكن نصر مثلا تشتغل لي اشتغل وانا ادهى فدرسابتر على سطح اسمه بيتا سيلسابتر وان تلقاها البيتا سيلسابتر موجود بالنفويت تيشو اكيد يعني هي وانفويت تيشو ضمن اعضاء الجهاز الاميون سيستم سنحن نسلف عليه انو نحكي هاي والدنترك سيلس والمكروفيج والبيتا سيلس شونه يتميزا حسنا بدون ما اكمل وبدون ما احفظ فاهم نسلف عليه هاي القصة نسلف عليه هاي موجودات بخوش مكانات بحيث وين ما يجي العدو يكفن هاي يعني مكان مالتن هاي يعني هاي من احسن يعني شون واحد يقاف هاتش رأستان فانت سمت قل له فيوترس هاي واحد هاي بلوم برتقالي انها مكانات استراتيجية موجودة بيتا سيلس او تي سيلس انتركشن موجودات بمكان اساسي هاي الابي سي حتى رأستين تطي تأشير بالبيتا سيلس منو كانت تطي بيتا سيلس قلت لك الوحيدة والتي سيلس منو هاي توني قلناها كلين يطان تي سيلس بس البيتا سيلس الوحيدة دينترك سيلس مثلا تلقاها بالسكن اذا تلقاها بالسكن بالبولت برونكيال اسوشياتي تلقاها بالاعضاء اللمفاوية يعني اللمفنودة والسبليم تلقاها بعد وين هاي ال اي بي سي هاي الانتجين بريزنتك سيلس تلقاها ممكن بالبلوت سيركليشن يعني بدها متفترع اكيد يعني لازمك تفترع منو مثل عليها البلازموس سايتوت وكذلك المايلويد انترك سيلس يسموه اختصارا واضحة هذا الميزة الاولى انها مكان استراتيجي ما اراد الاعلم بعد شنو عدا المميزة ثانية ادهم ميزة الكابتشر يعني انت بشرفك يعني اكو فايدة انا اشوف هذا العدو بس اصيح هذا عدو هذا عدو والعدو يركض وانا بس واقف ما كان يصيح هذا عدو يغير لازم انا اشوف العدو رأسة انا كذلك الازمة حتى لا يشرت فيدهم ميزة الكابتشر عن طريق الفاكو سايتوسيس الفاكو سايتوسيس يعني تاكله ما تضطي حتى من جال حتى اللوتش ماكو رأسة تضغل الداخله فساوي الانجستن اوف ماكرو باينوسيسيس اعتقدها يتعرفوها ماغذيا بالمادات الامار اذا كانت المادة ساعلة نسميها ماكرو باينوسيسيس او ماكرو باينوسيسيس حجم اكبر بعد الميزة فاكثة الدايفرسيتي ان باثوجين سنسر مثل ما قلت لك اكو اختصاص اكو باثوجين تكون اكسترا سيلولار مثل بكترية فمختصة اكو اي بي سي مختصة بالكسترا سيلولار او يكون اثنين اعتنين اكسترا سيلولار و انترا سيلولار واكو انترا سيلولار مثل الفيروس مثلا فاهاي الانتجين نرجع نفس الصورة مجرسه احنا نطاشنا بها خل انسي احنا فهاي من هناك كتلة هناك عدد شام الساعة اسمنا مثل mejروانه فقد يكون خارج اكسترا سيلولار قد يكون انترا سيلولار كلها تلزمة و تقوم بعملية اكلها وطبعا باعتماد عم كلاس 1 وكلاس 2 مثل ما صرفنا عليهم نكمل قصتنا وين وصلنا لنا الدايفرسيتي هنا عملية الكابتشر بروسسنج عن بريزنتيشن اللي حجيناها وين حجيناها هاي هاي شوية راح ندخل بيه بتتفصيل مثل ما قلت لك تلزمه وتعالجه وتقطعه وتاخذ مثلا ببتايد وترفع راسه وتقول هذا يا با كتله هاي هاي هانا حجيت لكيها بصورة عامية وبلهجة عراقية كلش هل سيغل ندخل شوي التفاصيل عليها شلون راح نبدي اول شي مثلا اذا كان الباثولجين إكسترا سولار خنقول مثلا باراسايت منو قلنا من المقارنة ما بين هيومرال اميونيتي والسيل ميدياتي اميونيتي هاي اللي حجيناها كلش بالبداية اذا تتذكرون وين المركز وياه قلنا هيومرال اميونيتي وانترا منو كانت اكسترا سولار هاي كتبنا عليها نانا الهيومرال اميونيتي منو كانت انترا سولار سل ميدياتي هسا راح ناخذ مثال اجاني مثلا فد باراسايت دخل بدجسمي هاس انا حاليا قاعد حشيوها دخل داخلي فد باراسايت دخل فد مثلا دودة الاسكارس اكلتها دودة الاسكارس تنتقل عن طريق مثلا اكب الغلط او بيوضها الاخرى فالمهم منو راح يتحفز من يعني جسمي كبالبداية اكيد الانيت اميونيتي راح تحاول ما تقدر عليها فتجي منو تشتغل تجي تشتغل الهيومرال اميونيتي اللي هي تكون تشتغل على الاكسترا سلر باثوجين منو يعني شو منو نقول المسؤول عليها يقلنا سوالفنا البيتا سيلز او بيتا لمفوسايت هذي البيتا لمفوسايت يا عزيزي ش راح تسوي راح طبعا تتحول البيتا الحاول المقدمة الانيواتي PSY سوف تتحول الى باثوجين من C1 إلى C9 إذا تذكروا C1A C2B إخذناها بالإنية تيميتي إذا تذكرون عليها هذا إن أهمياً شو راح يشتغلون وهي الهيومرال إيميونيتي مجموعة من البروتينات يساعد الانتيبودي وكذلك الفاكوسايتك سيارز يعني مثل ماكروفيج في عملية الهجوم ضد الباثوجين والماكروبات والتغلب عليه لا ما أكلتنا دودة سكارس مثلاً آنك فيروس كوران عند ذخب جسمي منه راح يجي يشتغل راح تجي تشتغل تمام اللي منه قلنا عنها يعني يشتغل عنها التيلام فوسايت التيلام فوسايت ها 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 تيلام فوسايت جسم راح يهجم طبعاً ما تبقى قلت لك تيلام فوسايت مثل ما سؤلفنا اكو تايب وين واكو تايب تو تمام تايب وين واكو تايب تو خلنا رجع انا خلأ اربطك حتى لا تنسى مثل ما قلنا الامسي وين راحت الامسي اكو بيها شنو نوع واول ونوع ثاني هنا فنين اعطيني عرضان علي من على التي سيلز بس اذا كان المادة الانتجين اندوجينوس يعني هو من داخل الجسم فراح يطيل تي سيلز نوع السيتوتوكسيك شوف اندوجينوس يطيل نوع السيتوتوكسيك نرجع 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 شمكتوب هنا قدامنا شمكتوب سيتوتوكسيك تي سيلز سوف انترسلها فيها كل انفكت السيلز زيلا كذلك السلميدييتد مو بس تي سيلز ستتفعلها من الماكروفيج عملية الانغولف والداجست و الى اخره وكذلك الانتيبادي اسو واحد قليشين عن الانتيبادي مو توقيت قوليناني اقول لك نعم عزيزي هي الانتيبادي صاحب سورة السلسينا لكن في بعض الاحيان يضطر الامر بانها تبدأ تشتغل مع السلميدييتد وتهاجم الانفكتت سيلز اللي جاي من الانترسيلير مايكرو كلش واضحة حليين الفكرة كلش حلو كلش حلو انا ذكرت لك مفردات اندوجينوس و اكزوجينوس دعنا نرى نفس الرسمة لا تضجون من كل سارة يا حراجة بس حتى تربطون قلت لك رح نرجع عليها هواية انا قلت لك اندوجينوس انتجين و هناك انا قلت لك اكزوجينوس انتجين ماذا هذا الاندوجينوس انا قلت لك هذا داخل خارج خليه دعنا نفتهمة ماهو مكتوب اندوجينوس انتجين هو موجود موجود كلام takie داخل خلال خلايا بموجود انتجينيوس حتما يیکت انتجين موجود انتجينس انا قلت لك ت sophomore القالب الاندوجيناس تونق انها ms1 النوع الاول ونرجع مثل ما وقلت لك النوع الاول تتطيل التيلنفوسيت التيلنفوسيت تحديدا يه نوع السايتوتوكسيك اكزوجيناس انتجين يعني الانتجين جاي من خارج الخلية قد يكون اورغانزم بكتيريا فيروس باراسايت هلمينث الى اخر هذا يكون توكسين واحد ما اخب توكسين مو شرد توكسين واحد سامة مثل ما ارتسامت او الى اخرى لا ممكن اكل الخبزة وجهة تفوت بكتيريا معينة ذبت السام مالته مثل ستافل كوكسوريس او الى اخره او ممكن ذبت توكسين مالته نسميه احنا انترا توكسكيشن اذا تتذكرون بالسيشن الاول هاي فهاي انترا توكسك او سيشن الثاني عفو فهاي يعني اخذت انا السام فهذا شنو يعني جاي من الخارج اكسترا سيوليا الخارج الخلية او ممكن بروتينات ضارة موجودة هاي كلها تعتبر شنو اكزوجيناس من انتجين وقالت لك هاي يتم عرضها عن طريق الانتجين برزينتك سيلز بواسطة الصحن لمسي هو الصحن دائما نذكره صحن النوع الثاني اللي ينطي المنهم تي سيلز بس يا نوع تي هيلبر تي هيلبر واضحة واضحة ازيان انتجين بروسسنج اند بريزنتيشن هنا هاذا سنقرأ واضح بس خلق اراوك على الصورة وهسا حتى تشوف تقول شنو هاذا الوضوح كلا صارت اسا هسا خلناخذ مثلا هنانا هاي الصورة اي وهاي عندك صورة بي خلنجي علي انت مثلا دخل فيروس داخل الخلية دخل تيومر داخل الخلية دخل انتجين فش داخل خلية هو من داخل خالية اعتبر اسا شنو جاي نحكي احنا اندوجيناس انتجين انترا سيليلر مش راح يصير راح يجي الجسيم يحاول يحل له ويكتله ويفلشه وياخذ البيبتايد ويودي هال المهم يفضله يفلش به وشب عراج ديات الى ان يبقى في هذا جزء صغير من البيبتايد يتم عرضه يخليه بوين يعني انتجين يخليه بالصحن الشي نسميه احنا الصحن امسي زيان ليش كنته بكلاس وين ديان احنا حاليين عدنا فيروس تيومر انترا سيليلر فاحنا قلنا اي شي داخل الخلية يشتغلوا يا الانترا سيليلر الكلاس اول فيعرضه الى تي سيلز تحديدا السايتوتوكسيك ما اعتقد كتسا انا اضل عيد لك يا ارجع لك هاشوف قلنا السايتوتوكسيك فتجي هاي السايتوتوكسيك تبديد هاجمة وتقدلة طبعا هنا نتلاحظ التجاي نقر احنا نعيد كلمة سي دي ثمانية هاي من رح ناخذ يعني شون مين ايجت التيل انفوسات وشلونه تكونت رح يعني رح اوضعك شونه سي دي ثمانية اوكي وهو سي دي اربعة فالمهم انتهس مثلا في الفيروس او تيومر موجود داخل خلية ايجت فلش فلشنا الى انتجى داخل هاي الاندو بلازمي كريتكيولام ايجى داخل الاندو بلازمي كريتكيولام اعرضنا عن طريق الامسي بس يا كلاس الاوليش لين قلنا الاندوجيناس هو يعتبر انتجين ننطيل التي سيلز زيارة تحديدية تي سيلز سايتوتوكسيك سايتوتوكسيك وبعد هي يشوف شغلها ويتخلص العملية زيان البيتة سيلز مثلا لا ايجا اكزوجيناس انتجين مثلا في الشي من الخارج ايجت فرسايتو مثلا قضيناها داخل خلية فلشنا بيها حللناها المهم هم عرضناها عن طريق بماعون خلينا الانتجين هذا الازرق بماعون اللي هو امسي نسميه بس يا كلاس الثاني مثل ما اتفقنا قد ساء نرجع على الصورة والجدوى الثاني هو اكزوجيناس رح ننطي شوف سي دي اربعة تي سيل تي هيلبر يعني انت بعد حفظها يعني شوف فهاي بدخال وخليناها بالامسي تي سيل سي دي فور زيان اللي هي نوع تي سيلز تي هيلبر تي اتش جي رح اكتب لك مختصر وكتب لك كلمة كاملة حتى ماتيه ان شاء الله زيان اندو جيناس باثوي ماذا ما قلت لك سيلف عن نون سيلف بابتايت ليش لين ممكن قلت لك سيلف يعني هو ممكن انت اي حتى خلاياك او نون سيلف لا موما خلاياك المهمية موجودة داخل خلية ميناتين يتم عرضها عن طريق شنو الامسي نوع الاول ويتم العملية هاي كلا يجي يدخل داخل خلية كالذينا المهم عرضنا عن طريق كلاستو وتي جي تي سيل وتشتغلوا اه السيسة تبليتو انفكشن كان دي بنت هاي مالك بياه تي تغراشر هيا شنو اه نجي هسه صنة ساعة نحتي هاذا قللك يعني انا خطيئة الى هيبتاب والعالم اللي اكتشفه طوجازة نوبل وانا قللك قل ماعون هاي الامسيه قللك مثل ماعون وحاطين داخله احنا فد داخله فد انتجين هنانا شنو هاذا خنفتهم نسولف علي انت تعرف عندك كروموسومات نجي الى كروموسوم رقم 6 يومان كروموسوم جاي نحتي احنا على البشر حاليا يومان كروموسوم رقم 6 يومان كروموسوم رقم 6 تعرف به فد جينز الداخله والى اخره فخلنا نجي نرسم لك فد اصاي واحد اثنين ثلاثة شنخلي واحد اثنين ثلاثة هذا الجيل مثلا نسمي اتش ال اي اي اتش ال اي سي اتش ال اي بي ذنش راح يسون راح يسون يشتغل السواء بالكروموسوم ستة الى ان يكون لك المسي النوع الاول اكتشاف اسم العالم وان بروفيسور جين داوزات Tout على هذا الشغل تمول المهم... قال التي بحيث كروموسوم ستتة بي مثلا غول ليس لتلاح فاكو HLA, HLC, HLA, B المهم ذنب A, B, C راح يسونا راح يكون لك المسي الكلاس الاول اللي هو قلنا شنو عليه اندوجينوس اوكي يشتغل على جماعة الاندوجينوس يشتغل ويا السايتوتوكسك تي سيلس اللي هي مكتوب عليها اللي هي وين موجودة قال يشتغلها العالم قال هاي تقاها اوه نكوليتس نكوليتس سيلس شكوا خلية عدهنوات عدها هذنو علوا خلية ما عدهنوات بعد اش قال قال اكو جزء ثاني همجينات منا ومنا ومنا اتش ال اي دي ار اتش ال اي دي كيو اتش ال اي دي بي قال ذننا سواء راح يشتغلها ويكون لك يا نوع يكون لك النوع الثاني كلاستو موليكولز وقال ذننا شي سواء شغلاتين طبعا هنه شي نعمين اكزوجينوس اكتب لك ايها حتى لا تنسي ذننا هي نوية تي سيل النوع تي هيلبر مكتوب عليها سي دي فور وينتلقاها بالدنترق سيلز مايكروفيج وبيتسيلز انتجين بريزينتك سيلز اللي هنا يكظل ان الانتجين ويعرض انه يصيح ان يابا تعالوا يحقوننا ووضحت الفكرة اما لهذا اذا وضحت كلش غير نجي الى هنا مايجر هستو كومباتيبوليتي كومبليكس اللي هو نفس هذا الاماتسي ترى اسمه الثاني مرات راح احسنه بعد شوية راح تقول مكتوب HLA مو التايه وتقول شنو HLA نفسه ترى هو الاماتسي او الميجر هستو كومباتيبوليتي كومبليكس بمميزات هسا احنا يشي جين سوليف لازم نعرف مميزاته يعني هسنا مايصر انا اقول لك انا صديقي اسمه محمد و هاهي و اسول و اسكت ايه غير لازم اكمل يعني كل شوية اقول لك يا بترى محمد مثلا من فلان محافظة ورا شوية اقول لك محمد يعني عند فلان شي انك قاله هات شي مثلا انت ما تعرف اقول لك محمد هذا الطويل او القصير او مثلا ايلا يعني انطيك مواصفات عليه حتى تبدي شون تكون انتكيت في مليار فنفس الشينا انا هسانا موصر لي ساعة بس اقول لك معون و معون وحاطين صينية وحاطين بها انتجين اعتبر المسي صينية شنو صينية هافتين منها سحو وشنو مين جاي تكون وشنو النوع المال التهاي الاول والثاني فهسنا ناخذ مواصفات يتميز بهاي الشغلات سواء كلاس واحد او كلاس كود دومينت اكسبريشن اه تعرف ان الناس مثلا اكثر ايتهم شي كتبون باليمنا سوف نقل مثلا السادة اليمين وهذا باليمنا وهذا باليسرى يعني هؤلاء كتبون باليسرى واليمنا مثلا السادة الرجل هنا رجل وهنا المرأ فمن يزوجون راح يحصل مثلا الابن اكيد الصفة منه السائدة هذا الاحمر الذي يكتب باليمنا مرات لا حالات قليلة رسيسف هاي تظهر انه يكتب باليمنا لكن كصورة نسميها دومينتس انه هو اكثر الناس يمنى فهذا راح ياخذ الصفة السائدة ويطلع يمنى اكو في الام جي دي اذا تذكروها فالصفة يسموها كودومينتس يعني شنو يعني الابن يجي مننا هذا مثلا الرجل هاي المرأة يجون يزوجون يطلع الابن شنو المفاجئة يطلع الابن خطيئة يكتب يمنى ويكتب يسر طبعا هذا مو مثال واقعي لكن جاي اوضح لك شنو اثنيناتين جاي يقول لك اثنيناتين كجيناتين يظهرا بهذا الجيل الجديد نفس الشي هذا كلاس واحد واثنيا يتميز بان جيناتين ماخذين من الابا اثنيناتين ينزلين يصيران به فهذا يمنحها شنو خاصية مثلا اذا هذا المسي شغلته يتعامل ويا فد اكس واي زيت وهذا يتعامل ويا اي بي سي فمن راح يجاكينانا هذا الجين الجديد راح يتعامل يتعامل ويا اكس واي زيت اي بي ان سي فشوف هاي شون صار هذا اوسع دايفرسيتي فشوف هاي ميزة الانيسة دايفرسيتي اف عميسي موليكول يعني شكوش يجي الكفة ماكوش يضيع عليه ويتميز بالبولي مورفك جينز يعني اموق الاليلات انت تعرف اكو في الجينات اكوش اسم الاليل هذا الاليل ما الافراد يعني شون نقول there are different areas among individuals يعني الاليلات اللي تعرفها كروموسامات ولا اخرى موجودة بالاندفجولز كل اشخاص معينين عندهم فاد الاليلات بما يخص الامسي مختلفة فمثلا انت من انا كعلي جاني مثلا فستافلا كوكاس اذا جسمي ما تعرف علي مو مية بالمية مثلا نرجع علي هذا محمد هذا رح يتعرف على مهم ما رح يتعرف لا هذا الجزء هذا يتعرف ليش لان الاليلة تختلف فهذا الاختلاف خلى يسميها بان اختلاف ما بين شخص واخر وهو اصلا يعني هنا هاي هنا الفكرتين ظاهرات من شنو المسي هو شنو فكرة الفكرة ان انا مثلا وصديقي صديقي لا سمح الله مثلا احتاج فد واحد يتبرع له بكلية انا مو قوترا اجي اقل له هم اخذوا بكلية والطيهية ولا الطبيب يجي قوترا ياخذها يجي يدرس على الامسي مالتي والامسي مال صديقي فاذا شاف اكو تطابق بنسبة عالية بياناتنا فيقول ها زين انت ستنقل له بكلية بس اذا لقي اختلاف يقلي ليش اكو مرا سامعيني حتى بالمسلسلات يقل له ما اسقبله ولا طباء ما نشابه ليش لان اذا انا كريتي طيتها صديقي فجوز هذا الجهاز المناعي مالتي رح يعامل كريتي طيتها كعدو ويكتله ويتخلص من ايدهم فالهذا يقلك لازم مطابقات زين وين وصلنا هاي مفردات اين انا ها 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 المفروض يا ساعة قبل ها 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 الملاحقة تنسى هذه هي اعني لدي اعني هذا جسمي وهذا جسم مثلا صديقي عندي أنا هاي مثلا الكليا مالتي الجسم متعود هاي مالتي هنا مالتي تي سيوز والبيتا سيوز والأمرسي متعودات على هاي خليتي ما يسول لها أي مشكلة وصديقي هاي مالتي الكلية اللي تدمرت وراحت يريد يشيله واحدة جديدة وهاي مالتي البيتا سيوز مثلا والتليل انفسي وإلى آخرين فمن أجي أنقل أنا مالتي هاي الخليتي شوف السمام الشابه ليش قلت لك لازم يشابه فمن أجي أشيي مثلا هاي بعد ما ما يريد هو وجبت لأنا هاي مالتي وخليتنا هاي بيتا النفسات والجهاز المنائي بصورة عام مالتي كلها رح يهاجم مالتي الكلية أو كليتي هي لا هو عفو هو رح يهاجم الكلية ورح يحاول يتخلص منه هاي نسميها الوغرافت اختلاف عن غرافت نفس الفكرة نفس الفكرة همين رح أجيب بس كبداية ما رح يهاجم شوي أكم التشابه يعني لكن شوي هاي كليتي شون نقول وكحة تنتظر المناع عمال هذا صديقي شوي تنزل هو أكيد رح تنزل لأن أنا من أنقل عضو أدوية المريض ضعف المناعة حتى شوي تستقر الحالة بها تفاصيل فجسمي لم يرى أقل المناعة فجي سوي تبدي تخرج من داخل هاي السوت هاي الانتجينز والتيسيلز والآخر تبدي تقاتل جهاز المناعي مالته والسبب لمشكلة فهي نسمع غرافت فيرسز هست وهي الألوغرافت فيمناها كروس هاي والآخر هاي نحكي بحد زين المسي كلاس وان وكلاس تو فهذا أشياء تميزة لكل شيء له شيء ميز ميز شنو لي ميز انا قلت شيء ميز ادهى هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني مثلا هذا شوف هذا مفتوح حلقة هذا هو المكان اللي هنا هذا كله الصينية قلت لك عليها والآخر وهنا هنا شايل الانتجين هذا المكان الشايل الانتجين سمي هي منطقة تحمل الانتجين يعني شكلها متغير يعني كل سائلها الشكل حتى الانتجين شما يكون شكلها هي تقدر تكذها وترفعها بالصينية مثلا انا جبت لاصات شاي تقدر لصينية شيل شاي جبت بها مفتح شيل مفتح الى آخر هاي ميز الاولى اكو شي يعني جاي ناخذ نحن كستركتشر جيني جيني ام جي دي برودي سبيسيف اي سينجل ام اي كان مين ام اي دفران بيبتايد يعني مو بس مكان واحد شي الانتجين لا شي الاكثر من شي ممكن و رس بونز تي سي كلاس وان انتراكت تي سي تي تي سي هسا كم مرة عندناها يعني المفروض تحفظ التعيم قد ما عندناها وهاي تكون تي هيلبر تي هيلبر سي ج فور تي سا توكسي سي تي ثماني زي هاي المشاكل هسا شوية رح ندخل تحبون شوية طلعنا من نظري شوية خلنا ندخل شو نقول بأشياء جديدة يعني عملية organ transplant rejection هذا مثلا نقول سامعين خصوصا بمسلسات هاي نقل نلعض ورفض الجسم هاي ليش رفض ال HLA اللي هي نفسها M.H.C مو تقلي شنية هاي شوفها قلت لك HLA نفسها M.H.C شبيهها هاي استاذ العزيز صار أكو مسماتش ال M.H.C ال ال شوف هاي ال انه صديقي مارتل ال M.H.C و ال HLA ما تعرف على كلية مال تبرعتها إلي كشون فشي في دلاء تبرها عدو وبالتالي صار حرب ضدها وصير organ rejection grad versus host هاي اللي مختصر GVH هاي من نفس القصة مثل ما قلت لك بس هاي شنو جسمي هاجم كليتي أو كليتي تهاجم جسمي العفو زي ال HLA association and autoimmune بالنسبة لل HLA نفسه وال M.S.C ممكن انت تجي يعني انت تجي تسوي تحليل هذا الشخص شاك بانت انكلوس spondylitis من تجي تسوي لتحليل HLA تلقى هذا ب27 ممكن تلقى 90% انه ممكن هذا ب spondylitis جماعة الدايبت السكري and soline debented وركز debented وليس resistance نوع الأول فهو associated إذا لقيت 50-75% هذا احتمال عالي انه ممكن هذا ب يصير هذا المرض جيد يعني نشوف ميجين حلل ممكن يصير عندك cross-reactivity هاي مفرد هنا when immune system mistakes similar to locking proteins and attacks both the foreign and the body انت تعرف TCL و المفوسيش انت يجيم على الانتجين تهجيم على الباثو جين بس مرات الغلط يظل يهجيم على الانتجين ويهجيم على الجسم يعني شون نقول ها ولا ندخل سياسة مثل شون هس مثلا كان صيون يشمر صواريخ في مثلا غزة بهدف شنو او بعذر شنو انه يحاول يقتل الارهابين زين هو شنو يقتل همو الارهابين من يقتل الناس الطيبة ما لهم علاقة فشوف شون هو يعني يقتل هذا وهذا اثنين اتو فانس ميكروس ريكتيفيتي فأعتقد سؤال اثناء بعض اوضح صارت مثلا هس مرات من تدخل الانتجين يشبه مثلا الانتجين مع القلب او عضلة القلب فالجسم يهجيم على عضلة القلب يصبح عندك مرض يسمو ريمواتي هارد نفس الشي مثلا اذا واحد دخل الجسم الباكتر جيجوني رحم يهجم على مرض عصبي هذا مرض قلبي ممكن النوع الاول دايابيت اسجل لك اكو فيروس كوكساكي فيروس A2 A5 A9 هذا يشبه البنكرياتي خلايا البنكرياس فالجسم يهجم خلايا البنكرياس اللي مشؤول عن الانسولين والاخري فالهذا يصبح عنده سكريا خلصنا نجينا تعريفات بسيطة خلص ان شاء الله ما بقى شي ثايموس اتروفي حتى ما كو حاجة خليه بس عادي ثايموس اتروفي يعني اتروفي ان كماش ثايموس خلية ثايموس او جزء ثايموس خلية هو غدة فشي سر بها اتروفي شنو نتش الناتش البروست وان ثايموس بكم ثايموس اعتقد تذكروها من mechanism of disease صغير وليس اكتف از ابرس اريتش بريتي كلما الانسان يتقدم بالعمر الثايموس تبدأ تتعب ابوبتوس هو بحيث الخلية تبدأ تموت اميون غلوبين شنو هو نوع من البروتينات يشتغل حال حال الانتيبودي يعني انتيبودي تذكر اميون غلوبين بيرفورين هو بروتين منه تفرز سايتوتوكسيك تي سيل بله دعنا نسوي مراجعة سايتوتوكسيك تي سيل هي نوع وياها سي دي ثماني مصح اللي هي هاشوفها قداما خنرجع لحتى لها تيها كلش سي دي ثماني شوفها اللي هي منه يفعلها يفعلها الام اتسي يا كلاس الكلاس الاول اوكي فالمهم هاي سايتوتوكسيك تفرز ذاك بروتين يسمى بيرفورين تتخص بورز في ميمبراين من تارجل سيل و يدخل لها تتخص يظل يفلش بالخلايا سايتوتوكاينز سايتوتوكاينز اعتقد تعرف سايتوتوكاينز عبارة عن واحد يصرخ هي سايتوتوكاينز انا مثلا جاي اصرخ على صلاح بيه حتى يسمعني بين الخلايا فهذا موجات صوتية هم شنو لا سايتوتوكاينز يصرخ حتى يسمع ويجي يلحق ويجي شنو يريد غاما انترفيرون هذا الفا غاما انترفيرون هي نوع من انواع سايتوتوكاينز يفيد بالإنية و الضد الفيروسات او الانترا بكتريال انفكشن حتى تيومور انترلوكين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستاة تذكروها كلا هي نوع من انواع الانترلوكينز هي عبارة حمسات و تتم التواصل ما بين الخلايا جيد حسنا نجي شوية سا بدين ندخل الى موضوع البيتا سيلز شون تتكون و تي سيل شون تتكون شوية رح ندخل الموضوع الانفوسات البيتا سيلز والتي سيل because اثنين تنقيم العظم خراية ترشية بذانك من يكون التي سيل تدقيل لها البانمرو من يكون البيتا سيل تدقل لها البانمرو بس المهنها المشكلة المشكلة او الكلام حذوة الفرس انا بالمتشوريشن البيتا سيلز تتكون بالبانمرو والمتشوريشن المتشوريشن يعني ما لاته هم يصير بالبانمرو وبنفس الوقت دائماً تتبدل البنمرو ومستمر يكونهم بس التسيل لا، صح تتكون هي بالبنمرو بس تالي تروح طريقة إلى الثايموس بس شنو المشكلة؟ مع مروا الوقت احنا قلنا الثامو الشيسا بها أتروفي يصغر حجمها بالبيوبراتي فمن يصغر حجمها شنو؟ تضطر هي شرح السوي هي طبعاً تعيش فترة طويلة بس شنو الظل تتقسم تقسم روحها وحدة صر اثنين وحدة صر اثنين من الصراكو انفكشن مختصر هاي القصة شنو؟ عندك بنمرو هسا هاذا نعتبر بنمرو هاذا بنمرو أوكي شي طيك يطيش يغلطين يطيك تي سيل وبي سيل هاي البي سيل تتكون وترجع وترجع إلى آخره هاي تي سيل شو سوي؟ بعد قلو هات تروحي شو فيش مكان ثاني فشتروح وين تروح للثايموس الثايموس يضل يسوي لها ويتكونها بس مشكلة وين تكون ان الثايموس مع مروه زمن يبدي يتعب فهي تصدر هي شنو ظل تتقسم وينفسها بعد ما يساعد هاذا يعني الثايموس زي البيتاسيرز تالي تشتطيك تطيك اميونوغلوبين اللي وقت لك وعدها هذا الانتي بدي أو الاميونوغلوبين عنده انتجين باينكسايت يعني يشيل اثنين انتيجينات هاي شوفها البيتاسيرز شوفها ادها مكانين واحد اثنين انتجين باينكسايت ادها ثنين هاي منو هاي البيتاسيرز اللي تكون لك الاميونوغلوبين تي سيرز شنو يشبه الاميونوغلوبين بس يعني يسمو تي سير ريسبتر مراتي تجي تلقى تي سي ار احلا ارسم لك ايها ثلاثة ايها بيتاسير ميش تطيك تطيك اميونوغلوبين او اي جي ام او الاخري اميونوغلوبين اي جي اوكي هاد الاي جي يطيك شنو انتيبودي الانتيبودي هذا woman يرفع الانتجين يعني هو انتجين علي فdeath قد كشنو مكان ووق мнاذ او ال لا تطيك اميونوغلوبين لا تطيك في الجزء شي يشبه الاميونوغلوبين من يسمى. على صفيه Tcr هذا التي سي ار يختلف أنه شنو اختلافة انه يكون بس مكان واحد بي هذا بواحد اثنين هذا باسم اشيل واحد هسا نيجي الى هسا شوية رح نسالف على اللمفوسايد بالتيسيل شنون تتكون باول اريدك هسا حاليا وياي تفتهمني القصة ونروح حتى تي لمفوسايد تتكون لازم تجتاز اختباري كونها يش رح تسوي رح تسوي تكون بعد خطص الدفاع يعني تدافع عنك و الاخرية من الامور فلازم تكون قوية ويتم اختبارها عدة مرتين حتى تثبت جدارتها وتنظم ضمن الجيش اتا عندك هذا بانمرو هذا البانمرو هسا عفنا من البيتة سيلز رح يكون لك شنو رح يكون لك تي سيل تي سيل تروح تسوي المتشوريشن وين بالثايموس الثايموس رح يكون لك الخلية حسا حاليا هسا انت صارت عندك تي سيلز تي سيل رح تشيل شنو تذكر سي دي فور و سي دي ثماني هاي سي دي فور و هاي سي دي ثماني ش رح يسوي لاختبار الاول الاختبار الاول انا رح اجيب لفد شي مادة غريبة انتجين يعني رح اجيب لفد مادة او فشي غريب المفروض انا يعني خليشي فشي وحش المفروض هو حاليا اذا من اقدم للوحش حتى هي يعني اكتشف انه لازم تكذل الوحش و تقاتله فان هسا شنو رح اجيب الوحش و جبته يامه اوك اذا شفته اوكي كذته و قاتلته هاي خوش عبرة الاختبار الاول اذا لا ما كذته و عافدته اذا هاي بالمستقبل اذا جاء عدو ما رح تقاتله و رح تكيشو ما استفاد منها رح تصروي العدو ضدي فمارده فشي سوي لها اسوي لها اكتله اوكي زين اني شحن بالاختبار رح اجي هنا اختبار الثاني هم نفسها هاي قدامك و همين عدها سي دي عدها شنو سي دي هم اربعة و اثمانية بس شرح اجيب لها رح اجيب لها انت جي نتابع بجسمي يعني فشي الي انا يعني طبيعي المفروض ما تقاتله هي يعني شو نقول هل سوي نفد واحد هذا طيب انسان المفروض هي ما تقاتله و اجيبه يمهم اذا اذا هي قتلت و قاتلت يعني قتلت او قضلت فاذا هاي بالمستقبل اشي رح تسوي رح تهاجم جسمي وتسبي لي مشاكل مثل هاي ريجكشن و هاي الامراض السولفنا عليها مساعة و سوي لك دايبتس و الى اخر هم هاي من الامراض فهاي مشكلة فهاي شو رح اسوي لها رح اقل لها رح اقل لها رح اقل لها رح اقل لها اذا لا عافدت و المفروض تعوفها طبيعي ما بي شي فهاي اوكي اجتازت اختبارين و قلها يا بي انتي تستحقين تكونين ضمن الجيش و عاشت ايديش فشوف هنا هذا طبعا من هنا الاختبار الاول نسمي positive selection يعني المفروض تكذها وهذا اختبار ثامي نسمي negative selection هس رح نشوف هاي الاماتشور ثامي مساعة اديها اثنيات cd8 و cd4 طبعا بس خل اكمل لك بعد هي هنا مكملة اجتازة الاختبار فبعد هنا رح اصير ثنيا بعد هنا اما رح تشتحمل cd4 بس او انها رح تحمل بس cd شنو خليناها باللون الوردي cd8 هاي 8 وهاي 4 و مثل ما قلنا cd4 رح تتعامل و هي الاماتشور يا كلاس بالله هذا اختبار دعونا صعنا سعنا ايدي يا كلاس الاول والثاني يتعامل و هي 4 و يا كلاس يتعامل و هي 8 اوكي مئت مرة عدنا في القصة زيان هسا ما قلت لك شف شايلة هي cd4 و cd8 المفروض انا حسولها positive selection انطيها في الخلايا يعني المفروض هي تقاتلها بالمستقبل فاذا اوكي هي قاتلتها اذا جيد ممتاز اذا ما قاتلتها عافتها يعني هاي اذا جعلتها بالمستقبل ما راح تستفاد من اقترشي فاقلها ابوبتوسس فاذا هذا اختبار الاول فازت نجي negative selection يعني المفروض ما تقاتل جسمي self-antigen يعني هاي خلايا جسمي المفروض هي ما تقاتله فاذا قاتلتها اقولها بروحي ابوبتوسس ما ريدش اذا عافتها لا انت ممتاز وعاشت ايديش اما الصري CD8 CD4 هاشوف CD8 CD4 لحينا كلش فوق ببداية وين هي خلالوك صورة يمكن عبرناها اعتقد ما ادري اي عبرناها وين CD4 وين CD8 CD هاي CD8 ساشوف ساية توكسي CD4 تي هي البر بس الرسم تولي مو مهم لسا مهم يعني واضحة الفكرية شوف البوزيتف سيلكشن ان T-cells with the receptor capable of recognition self-MSC اوكي وبالتالي هي مستقبلا اذا اجعلوا تتخلصني منه ونقد في المفروض الجسمي ما تدد النالة اوكي فازة صارت هي ضمن الجيش ماتي فهنا مثل مختصر القصة هاي كلها ساعة نعيد بيها ونسقل اذا اجعني اكسترا سيليلر مايكروب بيكتري الفيروسات الى اخر تجي يا كلاس تجي كلاس تو تتحجو تي CD4 T-cell اللي هي T-helper وتبدي تتكون humoral immunity اللي يشغلها تقاتل الاكسترا سيليلر مايكروب الانترا سيليلر مايكروب لا تشتغل cell depended او cell mediated نفس الاسم تيجي يا كلاس و الى اخر زي بس هنا لازم تتذكر هاي anti-gene need to be presented انت اي عدو المفروض انا اخذ من الانتجين وتيجي هاي الـ APC anti-gene presented cells ترفع ويتم قتله يعني حتى يتم التعرف عليه زي يعني هنا نفت نفس عيدة وانت يصير develop T-cells بالثيموس ونسوي الى اختبار اللي هو positive selection انه شنو specific anti-gene العدو لازم هي تسوي لها قتال ولازم انا الجسمي لانت شو ما اتقعت لهذا negative selection ف اكتيف ايشن ركوائر anti-gene to be presented يعني الى اخر شون تتفعل T-cells لازم ييجي anti-gene present cell شايلة الماعون هذا وتحكو التطهي تهيد ضد الفيروسات وهي اذا صار عندي فهي المسؤولة عنها شايلة يعني تجلس لك المشكلة انواح عندنا T-cells 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 احنا اكثر شي حاجنا على هذا الثنين حسن ضفنا الثنين شوف T-cells T-cells C-D-4 نفس القصة كسان عيدها مثل interleukin 2 3 4 5 6 ant-gama interferon تي هلبر واحد شغلتها cellular immunity يعني immunity ما الخلايا اكو نوع ثاني هاي تروح للبيتا cells تساعد في وظيفته من اسم T-cells نوعين نوع يشتغل ويا الخلية ويروح يساعد البيتا cells cytotoxic من اسمها هاي تروح للخلايا وتدمر بفراز الperforin عرفنا شنو بالتعريفات من الساعة فهو ببارة عن البروتين تفرز ال cytotoxic cells حتى يفلش ال cell mebrane اكو سابرسر تقاتل وتحارب وتقلب الدنيا لازم اكو تهدئ من عدها حتى تصير جسم قوية مال تهجوم مات صعب ميموري هاي مسؤولة عن التذكر بس هاي سابرسر حتى تذكر يعني هي مثل الميزان لازم يصير اكو اعتدال هنا اكو هنا حرب وهنا اكو سلام ما يصير الحرب يزداد لازم هذا السلام ازداد حتى تتوازن الميزان زيان هنا مفردات هاي التي تنتظروها مرة ثانية يعني ال تي سيل احنا مكونا عصان الساعة واختبارات بس ساشن راح تفتر هي بالجسم بس ما بها اكتف وصح متفق نحنا الا ان يخسر واذا خسر يعني يحتاج الفزعة فهي لازم يرسلها اوامر فيرسلها هي عبارة بالحقيقة يعني انت اذا تجي هنا ثلاث اشارات تجيها واحد اثنين 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 اذا تشتغل بس احنا عذا اثنين تجيها سيجنال اول تجيها تي سيل ريسبتر هذا مين هذا تي سيل هذا تابع للخلية تي سيل هذا موجود بالانتجين يعني عندك هذا تي سيل ريسبتر يجي ارتبط وي الموجود بهذه الخلية اثنين ارتباط وهذا انتجين بيناتهم هذا السيجنال الاول نسمي السيجنال الثاني هو يصير ما بين الـ 28 و ب 7 هم يرتبط سوى هاي السيجنال هاي الثانية هاي الاولى اذا اشتغلت السيجنال الاولى بسيجنال الثانية ما صارت يعني ما صارت مثلا 28 20 20 20 20 20 فاشوف اذا اجتها بس سيجنال واحدة بس الثانية ما اشتغلت ممكن صر عندك انرجي state of non responsiveness تصفن ما اكتو استجابة وهي انرجي شوف ما يضي استجيب يعني شون صفنة يعني اذا اتصلت عليك او مرة مشتعك ما تيجي فهنا صارت خلل ممكن يصبح cell death أو differentiation into regulatory cells يعني يعتبر ان هذا مشكلة صارت بالغلط فيحاول شنو يرجع هذه regulatory cells تشتغل حتى ابالها مشكلة صارت او ان الحرب زادت فلازم تزداد السلام نفس القصة عيدها عدنا intraceller microbe يتعامل T-cell CD-8 والذي يفعل الخلايا والإكسترا سيقاتل البر CD-4 والذي يفيد بالactivating immune system نفس القصة شوف هاي تجي علي السلام ما تجي بعد ما كده humoral immunity وصلنا البيتالامفوسايد نسالف على T-Lamphocyte البيتالامفوسايد 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 discovered in the chicken بارساعدنا يشتغلون على أمرض معين واجت اكتشفه البيتالامفوسايد فيجبت البيتالامفوسايد يعني منها المراض البيتالامفوسايد البيتالامفوسايد وهذا يسمى بي بانمرو T-Thymus تحول حرف من ثايموس T من الصور اكتيفيشن إلها إذا تذكرون ببداية كل ما قلت لكم بيتا سيلز رح تتحول الى بلازمو سيلز والبلازمو سيلز تضطيك انتيبودي فالمهم دفينت برايماري اغانست باكترية انفكشن شنو اهم شيء وظيفتها تقاط ضد الباكترية وكذلك عدها ميموري سيلز مو بس التي سيلز عدها ميموري حتى هاي عدها ميموري سيلز وهي تندج اثناء اهي عملية الاكتيفيشن والديفرينشيشن و الاخري زين اثناء الطريقة الاكتيفيشن اكو تليقليق سمو بريفرال اكتيفيشن يعني تعرفت الى انتجين معينية فيفعلها يقوم بريفرال انتجين يعني شافة انتجين اتفعلتهاي أو طريقة ثانية سمو بها انتجين inscreving activation and concurrent selection آپ Specialамиdio! what you mean by백 state from ainda convention waste ritmo يعني بعدها ما غير مmannata بالاقرار ا ironic using information بس ق временно هناك ي labeling А Renoashnor بس من نقول نيفي من تسمع كلمة نايف او نيف او نيفي هاي معناها بعدها طافيا كيفش ما عادة احنا اتفقنا اول شي اشتغلنا ال innate immunity وراح تبدي ال adaptive immunity صح فمن بعدها ما مشتغل ال adaptive هاي نسميه نيف سواء T cells او beta cells فالمهم هاي ال beta cells اذا كفت لها انتجين شافت انتجين فراح تتحول تبدي اصبح ال beta differentiation تتحول بلازمة cells وتكون لك antibody وكذلك تصور عندك memoryless beta cells وراح نسلم لها activation فاذا هي من بحل انتبهت على انتجين مشتغلت نسميه انتجين ادريفن شوف واذا لا اجالها exposure هي تعرضتها في ال exposure معين هاي يسمى peripheral activation ال activation بيها نوعين اكو محتمد على ال T cells تساعدة في ال activation واكو لا مالها علاقة بال T cells مثلا T dependent cells ترغير by a soluble of rotein يعني فاذا تفاد soluble of rotein هاي يسمو T dependent activation هذا راح يدي لك تكون memory cells نفس الكلام بترجعين عيدة فيصير به amaturation وعيزو تهيبك سويتشينك وإلى آخره من الأمور تكون antibody وإلى آخر T independent لا هاي تكون انتجين لك bacterial libo polysecrate LPS يعني ما لها علاقة قضية كلها لها علاقة بال T cells واسوالفة هاي لا ما لها علاقة مثلا شافة ال LPS polysecrate تعتبر طريقة هاي أضعف وما تكون لك memory cells وأي خليه يصير باكتفيجين تتحول إلى plasma cells فهاي البلاسما cells نحن متقلنا نتكون antibody تحديداً يا نوع l-Igm the characteristics of the antibody response adaptive immunity antibody response primary response initial response طبعا هنا يعني primary انت اسم من جسمك هذا الوقت الزمن هنا وهنا antibody بتكوينه يعني وهنا أنا جبت انتجين معايا هنا طبعا هنا primary خلنا كتب واحد وهنا secondary response فهنا بالبداية منطين انتجين كانت مع مرور وقت هنا يعني فدى عشرة عشرين ثلاثين بالوقت شوف هنا الاستجابة بطيئة ما ال-Igm وال-I هذا الأحمر total antibody شوف هين بطيئات ما اشتغلن بال primary شوف initial response open first exposure to antigen ما اشتغل رأستان الانتجينات وال beta cells والآخر لكن من جيت مرة ثانية بزيت اوبرى انتجين طيته لاحظت بدت تصعد الاستجابة شوف subsequent exposure to same antigen يعني اذا تعرضنا مرة ثانية تجين تبدي تتكون بنسبة اعلى فتلاحظي بسرعة activation faster activation stroke response long duration higher affinity isotype switching تبقى عندنا شنو عندنا هنا structure of antibody يعني هذا موضوع الأخير antibody صالنا ساعة نسولة احنا ما نقول بيتا سات كون antibody بيتا سات كون antibody بيتا سات كون antibody يقول لك general structure شكلة شنو شكلة مثل حرف Y اوكي تتكون من اثنين polysecret chain light و اثنين heavy شي تكون شكلها فاندك يعني اثنين تكون سلسلتين ثقال و يسموه heavy chain وسلسلتين تكون light شنو ترابط مالتين هكذا تجيك ممكن امسكيو dice fold bonds شنو فائدتها ك biological يعني كشو نقول بصورة عامة مو علاقة سبل immune تفيد بال optionization إذا تتذكرون مفردة optionization إذا تذكروها يعني هي فشون عملية تفيدك بعملية فاقوسيتوس بالأكل يعني أكل الخلاوة ممكن تفيدك كذلك بال تفيدك كومليمن سيستم اكتيفيشن تفيدك بالانتيبودي تفيدك بالانتيبودي دبنتج سيل مدية السايتوتوكسيدي نسمي ADECC مختصر لكلمة معناها الباثوجين قوموا نكتلة انتا عن طريق immune cells كروسلينكين عن تجينز هوايين ربوط نسوه حتى نقتلهم عن طريق هذه الانتيبودي و كذلك تفيدك عملية ايموبيليزيشن ايموبيليزيشن بريفنتك باثوجين فرم موفينك نمنع الباثوجين انه يتحرك وسوي له سبريدنك من اسمي منع الحركة انواع عندك اي جي جي هاي وظيف تشوف هو الاصغر بس اكثر شي شيوعا يفيدك بستفاية غوسيتوسيز و بالاطفال موجود مثلا و يخلص من التوكسين و الفيروسات اي جي اي موجود بالميوكاسل مثلا باللعاب ما الفهم شوف هاي السلايبة مثلا اي جي اي هاي فرزة و يرتبط بالماس سيلز بس استفادة و هذا يفيد بال المناعة حساسية اي جي اي ام هذا يفيدك بال لكمليمنس اكتيفين وهذا الاكبر فهذا الاصغر هذا الاصغر هذا الاكبر اوكي ما دامه و يكبر يملك هاية مكانات يجعل انتجين بيه حيث يصل عشره مكانات و أي جي دي هذا يفيدك بالتعرف انتجين يعني تعرف عن انتجينات يكونيه نعم بي سيالس نعم بي سيالس حسا بقت هنا عندنا هاي السمر يعني كلام اخر شي قلنا سولفنا على انتجين قلنا الاكسوجينيس هاي اخر شي بعدين الاكسوجينيس يتم تعرف بها عن طريق ال موليكول اليتالي راح تتكون لك شنو تكملها بعد تتكون لك منه سيتوتوكسوكولوتي هي البر حتى يعني شو هاي قدامك شوفوا يعني انت اي صورة تريد تخليها هاي مكتغزينها عادي بكرناها احنا اكثر مرة بس اعتقد شانتك في الصورة اه واضحة بحيث تحفظها ولو انت حسا كده حفظيتها بسبب تكرارها وين راحت اه هنا كتبت لك يا هذا اريد انها مكتوبة اشوف اكسترا سيلار هي تايب 2 اه شوفها السيتوتوكسيك مانية الاول 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 لا يوجد شيء احسنك ساعد لك يا هيمورال هيمورال هي بكتريا بيتة سيلار تكون لك الانتيبادي وتكون لك بيمورة بسيلار و بلاسما سيلار والسيل مدية ضد الفيروسات والبكتريا والانتراسيلار هذه السيل مدية شغلتها انتراسيليلار الهيمورال شغلتها اكستراسيليلار اوكي وعرفنا شنو اكزوجينس باثوي و اندوجينس باثوي وعرفنا شنو اكزوجينس انتجين و شنو انتوجينس انتجين هنا خلصت المحاضرة ما ادري اذا طولت كلش او لا اتمنى ان شاء الله التوفيق اتمنى المحاضرة وضحت طبعا اكيد انت من اول مرة حشوفها مزعجة فتحتاجت عيدها مرة ثانية عيدها هنا انا وتعيدها على نفسك حاول شوفوا هاي فيديوهات عليها صراحة يعني ادي اكون صريحان انا صارت اربعة او خمسة ايام وياها المحاضرة يعني عايب الدنيا محتار بيها بس الحمدلله يعني بالنهاية وضحت اول شي انت كنت تفهم من المحاضرة بيها قسميا اكو انيت وادابتف بها هومرال اللي جماعة البيتاسيل اللي تكون لك انتي بادي والتي سيل اللي هي سلميدياتي اللي هي شنو تكون لك يعني التي هالبرو السيتوتوكسيك واهم شي تعرف الاماتسي اللي وعدنا مية الف مرة اكونوا عين واحد واثنين الواحد يشتغل على الاكسترا سيلر الانترا سيلر والاثنين الاكسترا سيلر هاي اذا عرفت انت كبداية رح تعرف براها الانتجين بريزن تكسيل ماكروفيج و الاخر هي امثلة عليها وهذا الموضوع الاخير مال اي جي ام وين موجود وشن شغلته اي جي جي وشن موجود وشن شغلته بالمحاضرة ان شاء الله رح تكون كلش سهلة وكلش واضحة ويا ربي وضحت يعني وحاولت اسبسطة باكثر ما يكون باكثر ما يكون وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة